أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن انعقاد المنتدى القومية للإستثمار خلال النصف الأول من العام القادم يأتي تأكيداً لالتزام الدولة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واتخاذ إجراءات عملية من أجل تعزيز دور القطاع الخاص وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال ترأسي الاجتماع اللجنة الوزارية العليا لتنظيم المنتدى القومية للإستثمار أوضح مدبولي أن تنظيم هذا المنتدى كان من ضمن القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أول اجتماعات المجلس بعد إعادة تشكيله